برواز او اطار خشبي راكب عليه اربع شبابيك من الخشب برضو وجوه فيه اربع قطع ازاز لما بغطي البرواز بالشبابيك بقدر عدي الابرة بالخط من المكان اللي مفروض ان فيه الازاز ومش بس من الجنب ده لا من الجنب التاني كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده كان ملخص مخل للحلقة اللي فاتت واللي زي ما عدتكم فيها اني هقول لكم مين اللي اختراعها وهقول لكم سرها السر بصراحة اللي تهبني جدا عبال ما عرفته عرفتم بقى ازاي وجبتم منين هقول لكم وإحنا شكالين فيلا بينا نبدأ مع بعض هبدأ استعمل بعض سدايب قبل كاش ستة ميلي بعرض خمسة سنتي وبعد كده هبقى اصفيها على اربع سنتي عشان تبقى انضف وهستعمل سدايبا سنتي واحد في اني اعمل الكروس او التقاطع اللي فيه نص الشباك وحاجي بقى في الظهر من جوه وبكنتر اربعة ميلي هبدأ بقى اقصه بشكل معين على منشار الاركت الخاص بجريمي يفضل طبعا الاول انك تعمل خط علام بالكتر فوق الخط المرسوم بالقلم الرصاص عشان يمشي معاك سلاح الاركت عدل في القصة المهم ان انا بقى هتطلع الشكل ده كده قطعتين حلزة واحدة هنا كده وواحدة النحياء التاني وبعدين حلزة بقى فوقهم الشباك التاني وبعد بقى ما ينشف هصف بقى الموضوع ده كله على اربع سنتي داير ميدور بحيث ان الجن بيكون شكله حلو ومية واحدة نخش بقى عشة ببيك ودول هستعمل فيهم قطعتين وهحفر في نصهم دايرتين اهم الخشبتين فيهم الثقوب والثقوب متقبلة بس هبقى اوسعهم شوية حاسس ان الفتحة دي صغيرة وبعد بقى ما غير القطعتين دول فبعد هبقى برضو اصفيهم على 8 سنتي عرض و15 سنتي طول وهي هستعمل استيكر قطيفة كان عندي هاوس منه حتة والزق طبقتين فوق بعض وحطها بين الخشبتين عشان تداري مكان دخول الابرة تمام كده قادي الشباك نشف ومن فوق فتحة ديقة على مقاس لوح الازاز ومن تحت الفتحة واسعة وهحتاج بقى اعمل اواعد تشيل الشبابيك ودي الحقيقة فيها اجتهاد مني ان انا عملت سدبتين ملزقين في بعض بالشكل ده كده بس انا قصيتهم بزاوية 45 اهو عشان اعرف اسقط فيها الشبابيك هركب واحدة هنا وواحدة الناحية التانية وزي ما انتو شايفين عامل شفة بسيطة على الاطراف عشان الشبابيك لما تنزل تلاقي حاجة تقربهم من بعض وما يفتحوش وكمان الشباك نشف اهو وصفيته على الياس المطلوب وكمان شطفته بزاوية 45 عكسية عشان يسقط جوه الاواعد اللي مسكاء الشباك وكمان حفرت اطار خارجي كده ببنط مطابق عشان اركب لهم وردة يعني حالية كده تميز الوش من الظهر وتديها منظر الشباك هيركب هنا كده والقعدة هتشيله بالشكل ده كده اثنين الناحية دي واثنين الناحيات التانية كده عملنا الجزء اللي الناس كلها بتشوفه وحاجة بسيطة في التريكة فاضل بقى نعمل حاجة كده تمسكهم من فوق كمان وهنبدأ بقى نشتغل في الجزء اللي تحت شوية بس الاول صنفرة وتنظيف وحلزق الوردات بالسوبر جلو فاضل بقى الجزء الخطير في الحركة السحرية بتاعتنا واللي فعلا قتلني التفكير اربع ايام عشان افهم بتتعمل ازاي واحب اكد ان الموضوع كله اجتهات شخصي مني فاللي عنده التصور افضل طبعا يقول لنا وهو نستفاد كلنا واسمحولي معلش لان انا مسمي الفيديو كشف خدعة على اليوتيوب لأول مرة لان انا قتلت النت بحس عن سر الحركة دي وملتش اي فيديو بشرحها فلو حد يعرف فيديو قدم الحل ده يقول لنا وانا هغير اسم الفيديو عادي لكن اللي مش عادي بقى ان يبقى فعلا الفيديو الاول مرة في اليوتيوب وانتو متدعموش قناتكم نخش بقى على المركب المركب اللي هي يعني الزتونة او السر الاعظم في خدعة النهاردة القطعتين دول مع القطعتين دول هم اهم حاجة وزي ما انتو شايفين انا شاطف القطعتين بزاوية بسيطة لعشر درجات عشان لما يتقابلوا يعملوا شكل سبعة عشان الازاز لما ينزل فيها الشاطفات تخليه ينزل لتحت زي ما انتو ملاحظين كده الازاز لما ينزل هيتزحلق لتحت ويوصل لمكانه بسهولة وبنفس المنطق قصيت الاطراف بنفس الزاوية بحيث بقى اركب قطعتين صغيرين على قدها على الاطراف عشان برضو الازاز لما ينزل يتضحرج ويتزحلق ويدخل في المركب اللي عاملناها هلزا بقى المركب دي واقصها واظبطها وارجع لكم هابدأ بقى اقفل العلبة بالغيرة والسوبر جلوه اللي هي الجزء السفلي من الخدعة السحرية مجموعة سدايب من الابلكاش وهقول لكم كل حاجة عنها بعد ما لزاقها لان انا مش عايز اطول عليكم بس انت طالما وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى احنا نستهل تشترك معانا في قناتنا على اليوتيوب ده لو كنت مش مشتري ومفروض الفيديو ده يطلع تريند عشان في ناس كتير كلموني على سر الخدعة اللي قدمناه النهاردة فمش عايزك تستخسر فينا اللايك المتين ولو واحد شير على اي سوشيال ميديا يبقى كتر الفقيرة اشتركوا في القناة بتاعتنا اللي حروفها مشتوفة من الاربع اضلاع والمفروض انها هتتحرك افقي جوا العلبة ده الوش لزاهر الجمهور وده الجزء اللي من فوق واللي هيركف فيه الشبابيك والدالي على الفتحة دي لما الازاز بقى هيدخل هنا هينزل في المركب انا عايز بقى قادر اتحكم في المركب دي وحركها فعملت القطعة دي بحيث ألزقها في المركب وهتتحرك شمال ويمين مسافة 3 سنتي شمال و 3 سنتي يمين رايح جاي وبقى من خلال الفتحة الصغيرة دي اللي هتكون من ناحيتي انا محدش هيشوفها عامل ثقب صغير في الخشبة دي عشان هركب فيه مصمار يدخل من برة وحبقى اقصره شوية ومن تحت هحط ارضية عشان تقفل على العلبة من تحت بالشكل دا كده كده انا هقدر احرك الخشبة اللي شاي للمركب من غير محد يشوف او يحس خلينا بقى اقصر مصمار شوية اهو وحركبه في مكانه بنفك كده طوله مناسب ومخفي وكمان بيتحرك بسهولة ولما هحركه الازاز هيغير مكانه حسب مكان المصمار اللي هدخله وحبدأ بقى اقفل والزق الاجزاء دي ببعضها وفي مكانها وهعمل بقى في القعدة سقوب وتخويش عشان اركب مصامير مهمة جدا عندي ان اقدر افتح العلبة بعدين لو حبيت اعدل اي حاجة على الفكرة انا اعمل القعدة دي ثلاث قطع ترفعها وتركب فيهم والخشبة دي حلزقها في المركب بالسوبر جلو او بالغيرة حسب بقى الغزالة ما تطلوب وزي ما انتو شايفين انا مدور اطراف الخشبة دي عشان يقلل الاحتكاك في جنب الصندوق وحبق دينها طبقة شمع هتبقى اخر زحلية تمام كده العلبة جاهزة ودي المركب والخشبة وحاب تبقى بتتحرك كده ودي الاعدة وخوشت للمصامير فاضل بس اركب الشباك في الاعدة وراعي طبعا اني اسنتر الفتحة اللي في الشباك فوق الفتحة اللي في الاعدة وحلزقها بقى بالغيرة مع السوبر جلو وطبعا حديها لون غامق شوية وديها وش ورنيش لميع ونرجع بقى نقول كلمتين في الاخر ودي السر الخطير اللي في الخدعة الشهيرة ان انا بقدر اغير مكان الازاز من غير بحد ياخد بالو بجيبه مثلا الشمال وبعدين بقى بدخل الخيط مع الابرة وبعدين اجيبه يمين ودخل الخيط والابرة وبعدين برضو برجع كل حاجة مكانها وما حدش واخد بالو اللعبة دي اسمها بالانجليزي بيتر وورلوج كلاس بنتريشان نسبة طبعا للساحر الانجليزي العفريت اللي اختراعها واللي اسمه بيتر وورلوج وزي ما قلتلكم حاولت اوصل لفيديو يعرفني سرها وما لقتش لكن انتو دلوقتي خلاص بقيتوا عارفين عنها كل حاجة وكمان عارفين ان احنا مش بنطلب منكم رشتركوا في القناة الا لو الفيديو عجبكم وكالعادة مش حصيكم عليكم الشير وان شاء الله نتابل على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة